جربتوا تلعبوا رياضة جربتوا تخفضوا كميات الأكل جربتوا تعملوا عملية جراحية وبرضو ما خستوش طب سمعتوا عن ريجيم الكيتو دايت لا عموما هو عبارة عن نظام غذائي منخفض الكربويدريت متوسط البروتين ومرتفع الدهون أقول لكم تعالوا نعرفوا مع بعض مع الدكتورة ساندرا عماد أخصائية التغذية العلاجية أهلا بك يا دكتورة ساندرا أهلا يا دكتور الكيتو دايت الناس كتير قوي بتتكلم عليه اليومين دول دا حلو دا الكيتو دايت كويسنا حب نتكلم عنه عشان هو الفترة دي بقى منتشر في كل بيوت مصر تقريبا فإحنا النهاردة عايزين نوضح إنه إحنا مش ضد الكيتو ولا إحنا مع الكيتو إحنا بنوضح إيه الكيتو عبارة عن إيه وإزاي نعمله صح فخلينا نتكلم كده سريعا يعني إيه كيتو أصلا بالطريقة مبسطة جدا يعني دلوقتي الجسم عشان ياخد الطاقة بتاعته بياخد السكريات اللي احنا كلها والنشويات ويحولها لجلوكوس في الجسم وبعدين الجلوكوس دا ما بيكسر بيدينا طاقة أوكي؟ طيب لو أنا مخدتش السكريات وإحنا محتاجين الطاقة بالزبط كده طيب لو أنا مخدتش السكريات والنشويات وخدت بدلها نسب معينة من الدهون إيه لها يحصل؟ الجسم هيبتزي تدريجيا بدل ما يحرق السكريات يبتزي يحرق الدهون وده اللي أنا عايزيه عشان أخس يبقى هو ده دي الفكرة اللي قام عليها طب ما إحنا كده دكتورة هناخد دهون والجسم هيحرقها والدهون اللي في الجسم قريبي مش هعمل لها حاجة ده سؤال حلو جدا يا دكتور بس إحنا مناخد بنسب معينة جدا الدهون محسوبة بقى طبعا محسوبة طبعا لأنه أنا لو أخدت دهون زي ده عن اللي أنا محتاجة في جسمي أكيد هيتخزن كدهون ولكن أنا باخد نسبة بحيث أن أنا أحرق الدهون اللي أنا أكلتها وكمان جسمي بعد كده يبتدي يحرق من الخزين اللي هو أرادم خزينه بقاله سنين يعني بيعتمد على الدهون أكتر؟ ما إحنا قلنا فيه بروتين وفيه كاربوهيدريت وفيه حاجات كل العناصر الغذائية موجودة فيه مزبوط بس إحنا لو ما أخدناش نشويات وسكريات من بره بيبتدي الجسم ما هو محتاج طاقة لازم يتصرف فبيبتدي أنه هو يحرق من الدهون اللي موجودة في الجسم دي تاني حاجة الجسم بيلجأ لها يعني أنت تقصدي أنه إحنا في الكيتو دايت مش هناخد أي حاجة فيها سكريات؟ مش هناخد سكريات ولما نتكلم عن السكريات بنإنكلود كمان جواها النشويات يعني إلا بناخد سكريات ولا نشويات إطلاقا طيب لازم ناخد من نسبة معينة يعني إحنا برضو مش بناخد دهون كده على طول ولا بناخد لا فيه نسبة ودي سعوة الكيتو إنه ما ينفعش تاخد نسبة كبيرة من البروتينات أنا مطلوب مني بالضبط 75% دهون و20% بروتين و5% بس نشويات فطبعا عشان نطبق وطبعا إحنا بنتكلم على كل أنواع البروتين وكل أنواع الدهون إحنا بالضبط عايزين نتكلم بالتفاصيل ما أنا شايف حضرتك جايبالنا حاجات حلوة قوي بالضبط بصراحة مغرية مش بتاعة ريجين أنا مش حاسس إن أنا هعمل ريجين هي يعني على قد ما بمانا إنها سهلة على قد ما إحنا بنشيل كمية أكلة مش طبيعي من الدايت بتاعنا عشان كده عشان الواحد يلتزم بالكيتو دايت لازم يلتزم عليه فترة طويلة وما يفعش يبوز خالص يعني الكيتو دايت مفيش حاجة يعني أبدي إيه كده يا دكتورة بقى فترة طويلة دي يعني نقعد سنين ولا إيه لا كتره مش كويس ولكن بيحصل أدابتيشن مع الوقت الكيتو دايت أول ما بنبتديه بنقطع خالص النشويات والسكريات بنخش في حاجة اسمها كيتو فلو أول عشر تيام الكيتو فلو بيبتدي يباني علي أعراض زي مثلا الإمساك أو تيجي في شكل إسهال أو ممكن ترجيع عند البنات ممكن الدورة تتأخر لأن أنا بعالي جدا نسبة الكوليسترول فبتدي أثر على الإستروجين في الجسم بيبتدي فيه أعراض للكيتو بتباني جدا لو أنا ماشي بالزبط على الكيتو دايت والأعراض دي مضرة؟ الأعراض دي بتعد لحد ما يحصل حاجة اسمها كيتو أدابتيشن يعني الجسم يبدي ده أقلم على الأحماض الكيتوني يعني الأعراض اللي حضرتك قلتيها دي خضتني شوية أن يبقى حصل لغبطة في الدورة أو حاجة في هرمون الأستروجين فده معناه أن الكيتو ده بيأثر على الهرمونات؟ طبعا بيأثر على الهرمونات ولكن لفترة معينة لحد ما يبتدي الجسم يتأقلم أن فيه أحماض كيتوني في الجسم ويبتدي يشفت بدل ما هو يبقى بيتعامل مع الجلوكوز يبقى بيتعامل مع الكيتون باديس دي مجرد فترة مؤقتة وهتعدي وبالزبط بعد كده بيحصل كيتو أدابتيشن تلاقي بعد كده الجسم تأقلم بقى مرتاح أكتر بقى بينام أكتر بقى مفيش خلاص مشاكل في الهضم الدنيا بتبتدي تبقى أسهل مين بقى اللي يعمل الكيتو يا دكتورة؟ فيه ناس تعمله وفيه ناس ما تعملوش ولا يصلح لكل الناس؟ مشكلة الكيتو أنه هو ما ينفعش طبعا للناس اللي عندها فشل كلوي أي ناس عندها مشاكل في الكبد يعمل تسمم طبعا لا خالص ما ينفعش لأي حد أقل من 18 سنة لأن الصغيرين لسه بيمنوا جسمهم محتاجين أنه هما في حالة لسه بنقل جسم ما ينفعش أقطع النشويات دي حاجة مهمة جدا لحضراتك بتقولي عليه ده السن اللي هما بيخافوا فيه قوي على وزنهم وعلى شكلهم وعلى طول بيعملوا رجيم فإحنا ده تحذير مهم طبعا الحامل واللي بتردع طبعا ممنوع تماما أي حاجة زي كده لأن الطفل محتاج كل النشويات اللي بتخش في اللبن هو محتاجها طبعا الناس اللي بتروح الجيم أنا عايز أباين أنه ما ينفعش تبقى أنت عايز تعمل بولكينج يعني تكبر عضلاتك مش هينفع خالص لو أنت يعني الكيتو دايت حلو لو حد عايز يقسم أكتر بيسموها كده يدفنش العضلات أوكي؟ يعني ديفينيشن آه يعني بلغة الجيم بيقولوها بألاف مش بلغة الجيم بيبقى أنا أقول لحضرتك إسماء يشرخ أيوا هي دي يعمل يعني شكل معين كده والأورادة تبين والعضلة تبقى محددة بالظبط لأن أنا بخصر دهون فبتدي العضلة تتجسم أكتر لك لو أنا عايز أبني عضلات الكيتو مش هيك طيب تكلميني بقى الحاجات الجميلة دي أنا شايف جيب نارومي دي مش جيب نارومي دي ولا إيه دي جيب نارومي طيب إحنا هبنقسم الأكلة لحاجات اللي معانا في الكيتو والحاجات اللي مش معانا في الكيتو البوينت دي مهمة جدا يا دكتور لأنه فيه ناس بتتلغبط ويبقوا عاملين مجهود كبير قوي في الكيتو وفي الآخر هما مش بيخصوا ولا موضوع شغال معاهم ليه لأنه هما فيه مفاهيم مش مثل أغبطة زي إيه مثلا يعني إحنا لو هنكلم على الجبن المنتجات الألبانية معانا لو إحنا جسمنا مرتاح لها ومعندناش أي مشاكل في الهضم بتاعتها ممكن ناخد جبن ولكن الجبن الرومي الجبن الرومي معمولة من النشا فهي كلها نشويات معمولة يعني خليط بين المواد الحمزة بالضبط يعني هي مشكلة ده أنا افتكرت يا دكتورة إن الجبن الرومي دخلة في الكيتو دايت ده حاجة جميلة جدا حضرتك دلوقتي صنمتيني أيها بدوريه لأ الجبن عادة بتبقى أوكي يعني لو جبنة هي ما فيهاش أي حاجة دخلة في تصنيعها لأ الجبن الرومي دخل في تصنيعها النشا فدي مشكلة ومش بس كده غير النشا دخل فيها بطاطس مهروسة يعني بلاش الجبن الرومي بالضبط إن البطاطس فيها نشويات عالية طبعا أنا لو باخد جبن الرومي أنا بباوز الكيتو دايت أنا كده مش ماشي كيتو تمام طيب طبعا العسل ممكن حد يقول مثلا أنا ممكن أخد معلقة عسل في اليوم تديني طاقة طبعا أنا كده ضيعة الخمسة في المية بتوعي في معلقة عسل فطبعا العسل مش مش معانا في الكيتو دايت هو طبعا صحي كل حاجة بس مش معانا يا حضركة صدي الناحية دي كلها مش معانا طبعا البلح الفكها بأنواها كلها مش معانا في الكيتو دايت ولا البصل البصل فيه سكريات عالية ما ينفعش أخد بصل وأنا بعمل كيتو دايت ممكن أخد توم بداله لكن البصل مش معانا هيبوز السيستم عموما البصل يعني مش عنصر جذاب لكتير من الناس تمام المفاجأة كمان بقى يا دكتور الزبادي الزبادي نشوياته عالية جدا فهو مش معانا في الكيتو دايت دا كده بقى حاجة مختلفة تماما بالزبط دا الزبادي دا هو العشاء بتاع الدايت العادي مش كده ولا إيه مصبوط يبقى حتى كمان اللبن اللبن فيه لكتوز وسكر يبقى اللبن برضو مش هينفع ناخده في الكيتو دايت طيب احنا كده قفلناها فوش الناس خالص لا بس أنا شايف لناها التانية حاجات لطيفة برضو طمام ناكل ايه بقى في الكيتو دايت ناكل ايه صحيح بدل ما نجواعهم طيب مبدئيا لو هنتكلم على النشويات نبتدي بالنشويات الخمسة في المية اللي أنا عايزة أخدها في يومي لازم نأخدها خضرة لأن هاخد كمية كبيرة قوي هتشبعني قوي هتديني معادن وفيتامينات وفي نص الوقت مهما أقعد أكل منها مش هوصل للخمسة في المية بتاعات النشويات فأول حاجة ألجأ لها لطول الخضرة الوراقيات زي مثلا السبانخ الشبط البقدونس الجردير البروكلي عشان نكون كمية كبيرة منها أصدق وعشان أنا لازم أعود المعادن لأن أنا بخسارها من جسمي المعادن والفيتامينات وكل حاجة دي مهمة جدا طيب ايه تاني ممكن أكله ممكن أخذ الأفوكادو الأفوكادو مشكلته أنه هو طبعا غالي بس هو فيه دهون صحية جدا ونسبة الدهون فيه عالية قوي طبعا ما ننساش إن احنا عايزين ناخد 75% من الضايت بتاعنا دهون فأنا محتاجة حاجة دهونها عالية جدا دهون اللحمة دهون اللحمة طبعا دسمة جدا بس مهمة جدا للأكل بتاعي اللحمة كمان فيها بروتين لأنا عايز 20% بروتين ممكن ناخد بقى أي نوع بروتين ممكن فراخ تونة سالمونيا سلام السالمون رائع لأ بس أنا شايف لب سوري ماش كده أيوة ده جميل جدا اللب بأنواعه كل لب كمان لب أبيض لب أبيض لب أسمر لب سوري أوكي معانا كل أنواع اللي بيزور معانا من الشياء من بزر الكتان ده رائع ندخله في الأكل ومالوش طعم بيديني دهون مفيدة جدا للجسم المكسرات بأنواعها اللوز العين جمل بس معادة حاكتين ممنوعين تماما في الكيتو دايت الفول السوداني والكاجو اللي اتنين دول مش ففوض يبقوا معانا خالص إن السوداني فيه سكريات عالية والكاجو فيه نشويات عالية جدا يبقى نكتفي بس بالبزور بتاعت اللب بالزبط أو أي بقى أنواع مكسرات تانية معانا أوكي آخر حاجة بقى طيب آه الفاكهة أنا مسموح لي إن أنا أخد فراولة وكل أنواع اللي هي البارز اللي هي التوت الكلام ده أوكي ليه لأن نشوياتها قليلة جدا فيها فيتامين سي عالي قوي ممكن أخد ربع كبات فراولة مرتين في الأسبوع ما فيش مشاكل خالص فهي من أحلى أحلى فكهة للكيتو دايت هي الفراولة والله يا دكتورة يعني هو رجيم لطيف وهادي وخصوصاً فيه لب أصمر عشان الناس بتحبه ولب أصمر ده طبعاً ده فيه ناس عايشة به أساساً نسبوك الدكتورة ساندرا عماد أنا بشكرك يا دكتورة مرسي لك يا دكتور مرسي لك اسأل بقى عن الرجيم الجديد واختار النظام اللي يناسبك اللي يديك جسم مثالي بدون ألم أو مرض حلقتنا خلصت بس موضوعاتنا وأفكارنا ما بتنتهيش نشوفكوا على خير إن شاء الله